فقرة كتير مهمة راح تختم فيها نيرمين واتكون أجوبة عن كتير من الاستفسارات خاصة بقطاع التربية هذا القطاع اللي يمكن كترة الأسئلة والاستفسارات حوضت بعض الأمور خاصة عبر صفحتنا على الفيسبوك منقول صباح الخير للأستاذ علي شحود مدير تربية ترتوس يسعد صباحك أستاذ أسعد الله صباحكم بكل خير أهلا وسهلا يسعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك راح نبدأ فورا من أول سؤال أو قضية هي عم تكون فائدة مجمعات غرب حمص راح نسأل عن الآلية اللي راح يتم فيها استيعاب العدد المتقدمين لصالح مجمعات تلك لخشين وخربة التين في عدد محدد راح يكون وكيف الآلية اللي راح تكون لاستيعابهم نعم طبعا نحن في مديرية تربية ترتوس لدينا واقع حقيقة تربوي جيد ومستقر ومكتمل من حيث عدد الكوادر المتواجد في مدارسنا ولا يوجد نقص في كوادر إلا في ضمن الاختصاصات قليل جدا كالتربية الدينية وتربية الوطنية تربية الرياضية لإرشاد النفسي والاجتماعي لا يوجد غيرها وهي مغطاة طبعا من اختصاصات قريبة منها فمثلا تربية الدينية مغطاة باللغة العربية والاجتماعية أيضا تربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا والفنون النسوية تغطي الرياضة الإرشاد قريب منها الفلسفة بالتالي واقعنا مستقر لكن وفق توجيه السيد الوزير تداولنا مع مديري تربية حمص حول وجود فائد لديهم في بعض المجمعات من أبناء محافظة طرطوس ومن اختصاصات مختلفة وحقيقة تم دراسة قابلية استيعاب جزء من هذا الفائد لديهم ضمن الاختصاصات التي يمكن توظيفها في تربية طرطوس بأعداد محددة ورسلونا وتواصلنا معهم على أنه يوجد في ثلاثة مجمعات ممكن تحديد مركز عمل عدد من الزملاء المدرسين تخفيفا العبئ عنهم وتقديرا للوضع الاقتصادي العام الذي كما تعلمون يمكن أن يكون عائق بالتالي نحن قلنا يمكن استيعاب جزء من الفائد لديكم حقيقة سيتم الاستيعاب في الصفان الخامس والسادس الذين الصفان هذان يتبعان الحلقة الأولى على اعتبار أن منظومة الثانوية والحلقة الثانية وجزء من الخامس والسادس مستكمل بالاختصاص في مدارسنا طبعا مديرية تربية حمص كما تعلمون أعلنت عن إمكانية تقدم بطلبات لديها من أبناء ثلاث مجمعات نحن درسنا أين يمكن استيعاب هؤلاء ووجدنا أن ثلاثة مجمعات لدينا يمكن استيعاب هؤلاء الزملاء هم مجمعات صفصافة وبانياس والقدموس بالتالي هذا الأمر الآن في طور الدراسة لمعرفة الأعداد التي يمكن استيعابها والاختصاصات التي أيضا يمكن أن تكون في مدارسنا أما من حيث توقيت هذا الأمر فهو مناطب قرار وزاري سيصدر بخصوص هذا الأمر والتواصل مستمر بيننا وبين مديرية تربية حمص في سبيل تحديد مركز عمل عفوان أستاذ عليبي خصوص الفائد في سؤال بنفس السياق عم نحكي عن معلمات طبعا طبعا اعتبارهم من ضمن الفائد في مجمعات غرب حمص مثل ما قلنا تلكلاخ أو حتى شين خربة الدين لكن هذول منهم تابعين مناطق الصفصافة القدموس وبانياس السؤال هل هؤلاء لا يحق لهم تقديم طلبات تحديد لكم أو لا ممكن يشملهم؟ طبعا تحديد مركز العمل بالنسبة لطلبات هي تتقدم لدى الوزارة هي مركزية بالتالي نحن كمديرية تربية سابقا لم نستقبل طلبات تحديد مركز عمل سابقا ولا الآن التحديد مركز عمل هي بطلبات تقدم إلى وزارة التربية وتتم دراستها من وزارة التربية معنا ومع المحافظات الأخرى التي يمكن أن تقدم هذه الطلبات لصالحها وبناء عليه يتخذ القرار الوزاري بتحديد مركز عمل بالتالي نحن لا نتلقى طلبات تحديد مركز عمل أو حتى قبول تحديد مركز عمل في مديرية تربية الترفوز نعم أيضا خلينا نسأل حضرتك عن فائد يلي عم يكون ضمن المجمعات التربوية شو الألية يلي عم تكون للتعامل معه نخصص أنه عم يكونوا من محافظات تانية كمان شفنا كمان استبعاد لبعض الاختصاصات مثل اختصاص الفيزياء شو السبب برأيك طبعا أولا بالنسبة لإمكانية الاستيعاب لاختصاصات معينة نحن هذا الأمر ضمن إطار دراسة موضوعية كما قلت لك واقعنا مكتمل لا يوجد لدينا فائد قطعا لكن نحن مفتحين على تقدير واقع أبناء هذه المحافظة الموجودين في محافظات أخرى لم يردنا من حمص نحن تواصلنا بتواصل تربية حمص معنا لم ترد اختصاص الفيزياء ضمن الاختصاصات التي لديهم فائد فيها بالتالي لم يناقش هذا الموضوع نحن بناء على تحديد الفائد من قبل محافظة حمص درسنا إمكانية الاستيعاب للاختصاصات التي زودونا بها بالتالي بعض الاختصاصات لم تكن ضمن الاختصاصات التي يوجد فائد فيها لديهم ولم تناقش هذا الموضوع نعم موضوع كثير مهم كمان انطرح أستاذ علي عن موضوع توطين التعليم يمكن نحكى في مرارا وتكرارا لكن النتيجة أو الفكرة الأساسية اللي نحن بدنا نوصل إلى وين وصلنا بموضوع توطين التعليم اللي مثل ما بنعرف أن وزارة التربية مشكورة وعم تشتغل على تحقيقه وتمكينه هل بالإمكان أن تكون الشواغر المتاحة بأماكن وجود المدرس والأهل في كل منطقة أو ضمن كل مجمع تربوي دعونا نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل يلي للأسف كثير عم تجي أسئلة عليه ومتمنيين أنه يتحقق طبعا في تربية طرطوس التعليم موطن في جميع المجمعات والمناطق عدى منطقة واحدة هي مجمع الصفصة يعني أنا الآن ليس لدي معلم أو مدرس من أي منطقة يدرس في منطقة أخرى خلاف مجمع الصفصة لعدم توفر الكوادر لازمة من أبناء هذا المجمع أما بقية المجمعات التعليم موطن مئة بالمئة ولا يوجد لدينا أي طلب نقل من مجمع إلى مجمع آخر إلا تمت معالجته بالتالي لا يوجد مثلا مدرس من مجمع لدريكيش يدرس خارج إطار مجمع لدريكيش وكذلك في المناطق جميعا بقي نقطة أخرى ماذا يقصد بالتوطين نحن نحاول تحقيق رغبة المدرس بأن يكون في قريته أو في منطقة قريبة جدا من قريته لكن هذا الأمر مرهون بتوفر الشاغر التوطين بالنسبة لنا هو وجود المعلم في منطقته وليس بالضرورة في قريته هذا الأمر يجب أن نركز عليه ونتعاون نحن نفضل أن يكون في قريته إن كان هناك شاغر قد لا يكون هناك شاغر بالتالي بالنسبة لنا التوطين هو وجود المعلم في منطقته الجغرافية أو في مجمعه التربوي وهذا كما قلت لكي محقق في طرطوس بجميع الأماكن عدم مجمع الصفصافة والذي يغزى من مدينة طرطوس باعتبارها هي على حدوده الجغرافية وأيضا في قطع ما من القرى المجاورة من منطقة صافيطة أما خلاف ذلك فمئة بالمئة موطن التعليم ولا يوجد أي مشكلة ضمن هذا الإطار قبل ما ننتقل أستاذة علي لمشاكل فردية وردت لصفحة البرنامج خلنا بالمشاكل العامة وبنسأل عن موضوع الوكالة الاختصاصية هذا القرار كان معمول فيه من حوالي السنة تقريبا ما زال معمول فيه وبنسأل إذا فيه شواغر مطلوبة ضمن الوكالة الاختصاصية بترطوس أو ريف ترطوس طبعا نحن الوكالة الاختصاصية نفذت لدينا وكانت قرار وزاري وفق الشواغر المتوفرة وفق النقص في الاختصاصات أنا قلت لك منذ قليل أن الاختصاصات التي يوجد فيها نقص لدينا هي التربية الدينية بنوعها التربية الإسلامية والتربية المسيحية وأيضا التربية الرياضية وأيضا هذه الاقتصاصات عمليا نحن أعلننا عن خريجين كما تعلمين في الشروط يجب أن يكون الخريج خريج جامعي أو سنة رابعة فيما بعد أو ثالثة من نفس الاختصاص بالتالي نحن نفذنا الوكالة الاختصاصية لمادية التربية الدينية في تربية الترطوس ولم يتقدم لدينا أي طلب لتنفيذ وكالة اقتصاصية إلا نفذها في تربية الترطوس طبعا دقي الأمر محصور في التربية الإسلامية لوجود النقص فيه بينما لا نستطيع في اقتصاصات أخرى لعدم وجود نقص في هذه الاختصاصات نعم بعض الأسئلة والاستفسارات يمكن حملت أمور فردية أو مشاكل شخصية خلينا نقول من ضمن أحد الرسائل اللي وردت لبريدة الصفحة بيقول أنه نحن أربع نساء نسات تم تحديد مركز العمل لصالح لقليعات ومدرسة الضمة التابعة لمجمع الشيخ بدر طبعا عم تحكي عن هذا الخط مع دوم السيرفي لا توجد أي وسيلة نقل قدموا طلب اعتراض بدون أي رد علما أن المعلمين صف وتم وضعهم كمعلمين أحتيات وبالتالي خسروا طبيعة العمل نعم سأجيبك في إطار هذا الموضوع حقيقة هناك ثلاثة قرى تتبع تنظيميا وجغرافيا لمجمع الشيخ بدر بغمليخ والإقلاع كما تفضلت ثلاثة مدارس تبعد هذه المدارس عن مركز الشيخ بدر حوالي ما بين 8 إلى 10 كيلومتر حقيقة نحن الآن جزئيا نغزي هذه المدارس من طرطوس التي تبعد حوالي 30 كيلومتر عن هذه القرى الآن سبق وتحدثنا تحقيقا للطوطين نحن نغزي يجب أن نغزي هذه المدارس من المجمع التابعة له بالتالي هي مجمع الشيخ بدر وتما قلت لك المسافة الجغرافية ما بين 8 إلى 10 كيلومتر هذا الواقع عمليا طالما هي تتبع لمركز مجمع بالتالي لمركز منطقة هي الشيخ بدر أعتقد يجب أن يكون السير مؤمن إلى حدود معينة أما بخصوص الاحتياط والآن هم احتياط نحن في تربية الطرطوس خصوصا في معلم الصف كما تعلمين أن الواقع التعليم ومستقر ولدينا معلمات في جميع الصفوق ولا يوجد لدينا أي صف لا يوجد فيه معلم بالتالي تريسنا في نقل المعلمات حتى الأطلع الصيفية حرصا على أن يبقوا مع طلابهم هذين الشهرين تحقيقا لعمليا انتظام للعملية التعليمية ومستحى عام أن يبقى المعلم مع طلابه حتى يستمل حتى انتهاء العام الدراسي وضعنا هؤلاء المعلمين الذين حددوا مركز عملهم لدينا أحتياط حتى الأطلع الصيفية سيتم تسوية الموضوع بنقل طالبين نقل من هذه المناطق وعندئك سيدخل هؤلاء المعلمين قبل بداية أو مع بداية الفصل الثاني في الصفوف وينالون طبيعة العمل أربعين بالمئة أما الآن كان الحل الآخر هو أن ننقل منهم داخل الصفوف إلى أماكن يصبحوا فيها أحتياط ويفقدون طبيعة عملهم ليحل محلهم معلمين جدد هذا الخيار تريسنا فيه حتى نهاية العام حرصا على واقع تعليمي أفضل إذ أن الطلاب في حالة استقرار مع معلميهم بالتالي أبقينا هذا الوضع حتى نهاية العام الدراسي وفي الأطلاء الصيفية سيتم إعادة دراسة وفق الطلبات المقدمة سيوقل من يرغب بالنقل ضمن إطاع التوفر الشاغر والإمكانية والبديل وعندئذن سيصبح هؤلاء المعلمين الجدد الذين هم الآن أحتياط سيصبحون في القاعات الصفية مدرسين أصلا وينالون طبيعة العمل وفق المرسوم نعم يعني خلينا نختم بآخر سؤال نسأل فيه عن خطة وزارة التربية بطرطوس لتعزيز الواقع التدريسي أو أي مشكلة اليوم هي موجودة بتحب تضوي عليها ولقيته لا حلول ولو سريعا طبعا نحن في تربية الترطوس منفتحين على جميع شكاوي أو أطراضات أو ولا نقبل بظلم أي معلم حرصين كل الحرص على أن ينال كل إنسان استحقاقه سواء ولأمر أو طالب أو معلم بالتالي مكاتبنا مفتوحة والمراجعات محددة بسلاسة أيام لأي أحد يجب أو يحب أن يطرح مسألة لدى مدرية التربية تعالج الأمور بطريقة قانونية وبطريقة جيدة بحيث حصلنا على واقع تعليمي جيد والحمد لله الواقع على مستوى نوعية التعلم التي يقدمها زملائنا المعلمين وأيضا النتائج التي محصل عليها سنويا مؤشر جيد على واقع تعليمي جيد نعم طبعا أستاذ علي مشكورة وزارة تربية على كل الجهود التي تبذلها لكن كمان في سؤال كثير مهم نتمنى أن أخذ جواب من حضرتك عن طبيعة العمل وبالنسبة لصرفها خاصة في محافظة ترتوس للعقود طبعا استفسارات عم بتقول أنهم ما أبضوا طبيعة العمل حتى هذه اللحظة هل سيتم البدء بصرف طبيعة العمل أو حتى ستكون عن الأشهر الماضية بس لحتى ناخد السؤال بشكل كامل تمام جميع من يستحق طبيعة العمل أخذ طبيعة العمل في تربية ترتوس حتى العقود نعم صورفت نحن يمكن كنا سباقين في أن تصدر قرارات في هذا الأمر وثم تنفذ القرارات يعني لم نصرف أطباطيا تصدرت قرارات لمن يستحق والعقود من ضمنهم وأيضا المسرحين وكل ما ورد في تعليمات التنفيذية للمرسوم تم تطبيقها في تربية ترتوس تفضلت العقود أؤكد لك أنهم حصلوا على مستحقاتهم في هذا الموضوع ضمن الأنظمة والقوانين النافذة 40% أو 10% حسبهم داخل الصف خارج الصف بالتالي إن كان هناك حالة من أحد خلاص هذا الأمر يستطيع المراجعة فيه ويتم تسوية الوضع مباشرة نعم نعم كل الشكر لك أستاذ علي على كل المعلومات القدمت لنا هو أكيد في أسئلة كتير كبيرة كمان نتمنى نأخذ اتصال من حضرتك حالا أن أوضح مسألة أن أوضح مسألة هناك بعض الأختصاصات التي كلفوا زملائنا زملائنا إداريين يعني إدارة وتخطيط أو هي هم إداريين في المراكز الإدارية التي تتبع المديرية نحن رسلنا الوزارة لإمكانية الاستفادة منهم شواغر إدارية في مدارسنا وعندما نحصل على تفويد أو حتى قرار في هذا الموضوع سيتم إرسال هؤلاء حرصا على تحقيق واقع قريب من أماكن سكانهم ووفق رغبتهم نعم أستاذ علي نوهد لنقطة أنه أي حد عنده أي مشكلة أبواب المديرية بمحافظة مفتوحة مؤكد هذا الموضوع وأنا لا أغلق بابي على الإطلاق لكن أحيانا هناك فعاليات أنا الآن في فعالية حقيقة ليس بالضرورة أن أكون موجود في المديرية مكتب المدير مفتوح لتلقي جميع الشكاوي وتعالج آنيا ولا مشكلة في هذا الموضوع أكيد شكرا شكرا كثير إليك أستاذ علي